موسيقى انطلقت في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رامالله أعمال الدورة الواحد والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتحت عنوان تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني التي ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب كوستنطين قرمش أنه لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 وتابع الزعنون أنه في إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الأسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل عنصري والاتهاد الإسرائيلي وقال أنه يجب المضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرع سابقا وتوجى بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016 قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة أن الدورة الحالية للمجلس المركزي الفلسطيني هي رسالة واضحة بأهمية ترتيب البيت الداخلي وتحديد العلاقة مع الاحتلال الذي ضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وأضف بركة أن القرارات السابقة للمجلس المركزي يجب أن تنفذ بتحميل إسرائيل مسؤولية اغتيالي كل الاتفاقيات التي وقعت وباجتماع المجلس المركزي يجب التفاوض على كيفية إنجاز إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأكد أنه يجب إعادة النقاش للمربع الأول وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي التي اعترف العالم بها وفق حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عضو المجلس المركزي الفلسطيني مون الخليلي إن المجلس المركزي في دورته الواحدة والثلاثين يشهد أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير مشددة على أن المشاركة النسوية في المجلس المركزي تعد سابقا وإنجازا وخطوة في الاتجاه الصحيح وتجسيدا فعليا لدعم المشاركة السياسية للنساء وبينما لم تتخطى مشاركة النساء في المجلس المركزي بدوراته السابقة سبع عضوات فإن جلسة المجلس في دورته الحالية تشهد مشاركة أكثر من واحد وأربعين من العضوات النساء من مختلف ساحات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة والشتات وفي سياق متصل قال مدير عامي مركز الأبحاث في منظمة التحرير منتصر جرار في بيان له إن اجتماع المجلس المركزي ضرورة وطنية ملحة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية وشدد على ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير بما تمثله من مكتسب وطني تراكمي صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الدوري على مشروع قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم شملها وذلك تمهيداً لطرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنسة في وقت لاحق ويأتي مشروع القانون بعد أن تم إسقاطه قبل أكثر من ستة أشهر في الهيئة العامة بسبب عدم وجود أغلبية لجانبه علماً أن القانون السابق كان بحاجة لتصويت سنوي على تجديد العمل به وينص مشروع القانون الجديد الذي طرحته عضو الكنيسة عن اليمين المضطرف سمحا روتمن على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنوياً وأثار مشروع القانون سجالاً حاداً بين نواب عن حزب ميرتس وبين مركبات الائتلاف الحكومي فيما قرر الائتلاف الحكومي منح عضائه حرية التصويت على مشروع القانون ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مكان أن طاقم الفحص الذي شكلته وزارة العدل توصل إلى استنتاج بأن الشرطة استخدمت برمجة تجسس لهواتف النقالة في ملفات التحقيق الخاصة برئيس الوزراء السابق بن يمين نتنياهو وذلك بشكل مناف للقانون هذا واتضح أن المحققين تجاوزوا أوامر المحاكم للحصول على أدلة وقراء ونفذوا بعض النشاطات بدون أوامر ومع ذلك يعتقد أعضاء الطاقم أن التجاوزات لم تؤثر على الأدلة والقراء التي قدمت إلى المحكمة في ملف بيزيك وويلا لأنها لم تعتمد على مواد جمعت بواسطة برمجيات تجسس ويذكر أن الفحص لم ينتهي بعد ويشمل أيضا الملفات الجنائية الأخرى المتعلقة بقضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو أوعز رئيس الهستدروت أرنون بارد دافيد هذا الأسبوع بتوسيع نشاط الهستدروت فيما يتعلق بغلاء الأسعار في البلاد حيث قرر إقامة لجنة خاصة لمراقبة ارتفاع أسعار المنتجات وغلاء المعيشة في إسرائيل مؤكدا أن تراجع بعض الشركات عن رفع الأسعار ليس إلا مسألة وقت لحين قدوم فرصة أخرى لرفعها من جديد معولا على ردود أفعال المستهلكين نتعامل مع موضوع الأسعار بأنه شيء ممكن تغييره وتغييره يتم عن طريق عملية مزدوجة تدخل حكومي من ناحية من أجل فرض قوانين على الشركات المحتكرة في إسرائيل ومنع الاحتكار كون الاحتكار هو الأساس والمشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي وتواجه كل ما يتعلق بموضوع غلاء الأسعار غلاء الأسعار ليس جديد في إسرائيل نحن منذ سنوات نعاني من فارق طبقية كبيرة في إسرائيل وفارق هائلة في الأسعار ما بين الأسعار في إسرائيل وما بين نفس الحاجيات في دول متقدمة أكثر بكثير من إسرائيل ومعدلات الأجور فيها أكثر بكثير من إسرائيل هذا وكانت قد عدلت شركة أوسم لمواد التغذية عن قرارها برفع الأسعار بعد موجة الغضب المتنامية لدى المواطنين وخشية من المقاطعة ويشير خبراء أن ما يحصل من غلاء ينم عن حالة الفوضى التي يعيشها السوق الإسرائيلي في ظل غياب الدور الحكومي عن ضبطها والذي يخلق فجوة بين حجم مدخلات الأسر ومصرفاتها يستطيع المستهلك في إسرائيل أن يتعامل مع موضوع غلاء الأسعار بشكل مختلف وأن يفرض على الشركات تعامل مختلف بموضوع حريتها في التلاعب بالأسعار ورأينا في الأول الأخيرة أن أوسم تراجعت بشكل كامل عن نيتها برفع الأسعار وذلك لأن كانت هناك تحرك من قبل مجموعة من المواطنين بمقاطعة منتجات أوسم تزداد المطالب الملحة برفع الأجور لا سيما مع استمرار الغلاء المعيشي في البلاد والذي يخلف ظروفا اقتصادية صعبة لدى المواطنين وأرباب العائلات تحديدا والذين ما عاد همهم سوى استكمال الشهر بكرامة دون نقص أو حاجة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 33374 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأخيرة وذلك في الوقت الذي يلاحظ الارتفاع المتدرج بالإصابات الخطيرة التي بحاجة إلى تسرير ووفقا للمعطيات الواردة يرقد في مستشفيات البلاد 2888 مصابا بينهم 1263 مصابا بحالة خطيرة و291 مريضا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي وتأتي هذه المعطيات فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على إلغاء طلب إبراز الشارة الخضراء باستثناء الأماكن التي فيها مخاطر إصابة عالية بكورونا اقتضاد شديد تشهده مستشفيات البلاد نتيجة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون حيث وصلت الحالات الصعبة إلى ما يقارب الألف وثلاثمائة حالة إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من تقليص إجراءات الشارة الخضراء خطوة رحب بها أصحاب المطاعم والمقاهي في البلاد إلا أنها جاءت متأخرة على حد وصفهم وبعد أن تسببت الشارة الخضراء بإلغاء العديد من المناسبات قرار هو يعني زي دك تقول ضو شمعة صغيرة بمغارة معتمة يعني ممكن ينطينا تسهيلات لأنه إحنا بالفترة الكورونا الأولى الشارة الخضراء كنا ماشيين بكل حذا فيرها وكان سببت لنا كثير أضرار أنه لغينا كثير 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 مناسبات وينتقدون سياسة الحكومة التي لم تقدم لهم أي تعويضات مادية إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الموجة الخامسة من كورونا هذه لعبة وسياسة كثير كثير عاطلة من الحكومة يعني حطت الكرب ما لعبنا قالت لنا إحنا نقولكم افتحوا المطاعم اشتغلوا ما فيش شغل مشكلتكم مش مشكلتنا إحنا ما عملنا تقييدات وشان هيك ما فيه تعويضات بس احنا كثير خسرنا وهذا مش عادل أنه صحاب المطاعم والقاعات والأفراح والفنانين أنه ما يقبضوا على هاي الفترة الضرر لأنه الضرر نزل سبعين بالمية في المقابل يعترض البعض على قرار إلغاء الشارة الخضراء ويقولون بأنه سينعكس بشكل سلبي على نسبة الإقبال على طلق التطعيمات ويؤدي إلى انخفاضها دائماً إحنا لازم نفصل التعليمات والتخفات اللي نعملها عن زي حنا نأخذ قرار أو لا لأ لنطعم نأخذ أو لا لأ قرار لنطعم هو النتائج اللي شفناها اليوم بيحمي 15 ضعف اللي منطعم بيمنع الوفاة بيمنع حالات الصعبة عشان يكروح نطعم إذن ورغم استمرار انتشار الوباء تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو مزيد من التسهيلات ورفع القيود المتبقية لكن التفاؤل يبقى محدوداً مع ظهور متحورات جديدة لأوميكرون قد تقلب كافة المعايير من جديد هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية منزل عائلة المواطن طارق محارب في حيش النير في مدينة اللد تحت حماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها بحجة البناء دون ترخيص هذا واعتقلت عناصر الشرطة عدداً من المواطنين في المكان بينهم صاحب المنزل طارق محارب يذكر أن صاحب المنزل طلق منذ أسابيع قراراً بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص وتوجه إلى المحكمة في محاولة لإلغاء قرار الهدم غير أنه لم يتمكن من ذلك قتل الشاب زيت جاروشي البالغ من العمر ثلاثين عاماً في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة بالقرب من المسجد في حي الجواريش وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة وباشرت بجمع الأدلة والبيانات من المكان ويستدل من المعطيات الواردة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية بلغ منذ مطلع العام الجاري ثمانية قتلة هذه هي كلماتها الأخيرة للميس أبو لبن التي تعرضت لمحاولة اغتيال أمام منزل عائلتها في مدينة اللد ولتستقر في جسدها أكثر من عشرة رصاصات ولتنزف أربعين دقيقة قبل أن تنقل إلى مستشفى أسافر فيه لطلق العلاج اليوم شفت أنا إيديها كلها إيديها بخزقة كلها خزوق فيها أكثر من عشرة طلقات تقريبا كل إيديها خزوق هنا وهنا 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 كل إيديها مليانة إيديها بالمرة بغطي لأنه كلها فيها عملية عملية فيها هذه في تيريخزوق يعني فيها عملية تنتين العظم كله رايح بطنها وهنا شوية تحت السرة بالرحم لميس الباليغة من العمر 26 عاما هي أم لثلاثة أبناء تزوجت وهي في الخامسة عشر من عمرها ليكون هذا الزواج المبكر سببا لبداية حياة تعيسة جوز أربعة عشر ونصف كمعاتي بالخمسة عشر آخر يعني ما كانت مكمسة في الساعة السابع أنا جوز مبكر بعد أنا مجربت غلطة وحرام ما حد يغلطها الغلطة هاي دمرت بنتي بهذا الزواج المبكر أنا ما تندمع كل شي صار وأكل شي خطيطة عام دام آخر يعيشه المجتمع العربي الذي قوتلت فيه ثلاث نساء منذ بدايته ولميس هي الناجية الثانية من محاولات القتل إحنا بنحكي أنه ظاهرة العنف الجريمة هي إشي صعب بس بحالتها كأنه النساء كمان فيه عم بيحاولوا يعملوا تبريرات أو يدوروا بقصص عشان يدوا تبرير لهذه الحالة وهذا الإشي بصعب الموضوع أكثر إحنا بنحكي على يعني كمان الروادع اللي المفروض يعني تمنع القتل مجتمعياً عم بتكون كثير ضعيفة غير إنه فيش أي يعني شرطة عم بتحاول تشتغل أو تلاقي يعني القتل إحنا بنحكي على حلول القضايا 30% بس من قضايانا بالمجتمع العربي اللي صار فيها حالات قتل تم يعني حلها أو إيجاد مجرم تمنع عائلة لميس من زيارتها في المستشفى فهي تحت حراسة أمنية مشددة ويزيد هذا الوضع من معاناة والدتها وأطفالها الثلاثة أصيب عامل في الخمسينيات من عمره من بلدة دير حنة بجروح خطيرة إثرى سقوطه من ارتفاع خلال عمله بورشة بناء قربة برية حيث أحيل على وجه السرعة إلى المركز الطبي بادا بوريا لاستكمال العلاج وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إختارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد وفقا للمقتضاء القانوني في حفل تم في قاعة الريال بمدينة رهط في النقب تم تقريم ابن المدينة الشيخ حمد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية المنتهية ولايته وذلك في أجواء من التسامح والطيبة جمعت الأطر السياسية المختلفة أنا أشكر كل الإخوة المكرمين الذين حضروا إخوة وأخوات هذا الحفل المهيب الكبير جزاهم الله خيراً ليس لي فضل على أحد إنما خدمت شعبي وأهلي واجتمعي بما استطعت وسيخلفني من هم خير مني وسيقومون بالواجب وسيؤدون إن شاء الله وبعالمين فجزا الله الجميع خير الجزاء هذا الاحتفال هو عبارة عن تكريم لأخينا الفاضل أبا بكر على ما قدمه خلال عمله وإدارة الحركة الإسلامية ورئاسة الحركة الإسلامية نحن نجد لزاماً علينا على أقل القل أن نقول له بارك الله في جهودك ونأمل أن نستعين بخبراته وعلمه ومعرفته في باقي مجالات الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وقد لا يختلف الكثير ممن عايش الشيخ حمد أبو دعابس أنه قامة من القامات الدينية والسياسية والاجتماعية وله ما كانته الخاصة وهو إنسان متواضع لم يتعرض لأحد بشخصه وحاول على مدار سنوات أن يسير بالسفينة بين أمواج عاتية في محاولة منه للوصول إلى ما يجمع أبناء شعبه الشيخ حمد أبو دعابس كان رئيسا موفقا للجميع حاضنا أبا بكل معنى كلمة بما تحمله من معنى بارك الله به واجعله في ميزان حسناته وأنا أقطبس الآن كلمة قالها الشيخ الوالد المؤسس لا تقاعد أبدا في العمل السياسي الشيخ حمد سيبقى تاجا فوق رؤوسنا هذا الاحتفال كان احتفالا واحتفاءا بإنهاء الشيخ أبو بكر شيخ حمد أبو دعابس من رئاسة الحركة الإسلامية وكان هذا مبادرة من الحركة الإسلامية في مدينة رهط وحي النور الذين أصروا على تكريم الشيخ على هذا العطاء وهذا التفاني من أجل دعوة الله عز وجل وكان الشيخ حمد أبو دعابس أوضح مؤخرا موقف الحركة الإسلامية الجنوبية من المستوطنين على خلفية تصريحات سياسية حيث أكد أنه الموقف العربي الإسلامي الفلسطيني وكذلك الموقف الدولي الذي يقر بعدم شرعية الاستيطان وأن كل الأراضي الفلسطينية منطقة محتلة رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بقرار الاتحاد الإفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد واعتبرته انتصارا للحق الفلسطيني ولقضيته العادلة وأشادت فتح في بيان لها بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مع كل الجهة ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي لمنع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي يشار إلى أن قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي كانت قد قررت خلال اجتماعها بالعاصمة الأثيوبية هاديسة بابا تعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الموضوع في وقت لاحق قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة بهدف تعميق الاستيطاني والضم الزاحفي للضفة الغربية المحتلة خاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة جيم وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقفه وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية قالت هيئة شون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام بعد فرض إدارة السجون عقوبات جديدة على الأسرى وذلك عقب تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي أبرمت بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع وفي سياق متصل قال نادي الأسير إن الأسرى في سجني ريمون ونفحة قرروا إغلاق كافة الأقسام احتجاجا على قرار إدارة السجون البدأ بإجراء تغيير واسع على نظام الفورة هذا ويواصل نحو 500 أسير داري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع والثلاثين على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري وفي تطور آخر قالت هيئة شون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر بحميد ما زالت حرجة وتستدعي الرعاية الطبية الحفيثة بدعوة من وزارة الاقتصاد الوطني ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وقيمت احتفالية رواد التكنولوجيا النظيفة بنسختها الأولى في مدينتي رامالله وغزة المشروع هو بايو نيماتي سايد هو مبيد حيوي بيعمل على مبدأ المكافحة الحيوية للأمراض النباتية التي ظهرت وبشكل كبير على النباتات هذا المشروع قائم على مبدأ المكافحة الحيوية لمكافحة الأمراض النباتية مثل النيماتودة النيماتودة التي تصيب النباتات وتقوم على تقليل الإنتاجية الزراعية بشكل كبير وفي الأراضي الفلسطينية وإن شاء الله نتمنى أن يتم تمويل هذا المشروع في قطاع غزة ومن ثم نخرج إلى الأردن ومصر ودول مجاورة بإذن الله هذه المسابقة الأولى من نوعها مر المتسابقون فيها بعملية تقييم دقيقة حيث عرضوا مهاراتهم وقدراتهم على تنظيم المشاريع المختلفة التي من خلالها أوجدوا أفكاراً إبداعية في إيجاد حلول بيئية والتقليل من الأثر البيئي للصناعات في فلسطين المشروع باختصار يعالج المواد العضوية الجافة التي هي من النفايات غزة تنتجي ومياً ألفين طون من النفايات في من خمسين إلى ستين في المئة منها نفايات عضوية نصف هذه النفايات العضوية هي نفايات عضوية جافة والباقي نفايات رطبة نحن بالعالج النفايات العضوية الجافة نعالج ما يقارب المفترض أن مشروعنا يعالج من أربعمية إلى خمسمائة طون من النفايات العضوية الجافة وهذه تعادل 100 ألف وما يزيد عن 100 ألف لتر من السلار غزة بتهدرهم يومياً وأنا الأواني نكون فيه مسؤول يعني عنده الوعي وعنده القدرة يتخذ قرار لإنقاذ هذه الحالة المرتبة الأولى في هذه المسابقة كانت لفريق سينغاز من قطاع غزة الذي ابتكر نموذجاً أولياً لخط إنتاج غاز إصطناعي للحصول على الطاقة من خلال النفايات الصلبة المعادي تدويرها في حديثة مأساوية توفي ريان البالغ من العمر خمس سنوات قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه حديثة لن ينساها العالم العربي الذي تسمر أمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مترقباً أي خبر مفرح عن ذلك الطفل الذي وحد القلوب ووجه بوصلة الدعوات نحوه إلى أن نزل خبر وفاته كالصاعقة جذبت محنة الطفل الصغير حشوداً من السكان المحليين من منطقة شفشاون وأستحوذت اهتمام العالم حيث صل الناس من أجل إنقاذ آمن لريان الصغير الذي سقط في بئر بعمق 32 متراً ظهر الثلاثاء الماضي كان الطفل ريان أورام يلعب بالقرب من والدته عندما اختفى في البئر الجاف في قرية إغران وبحسب عضو لجنة الإنقاذ المحلي عبدالهادي التمراني فإن صخرة صغيرة أخرت عملية الوصول إلى الريان واستغرق الأمر ثلاث ساعات من العمل لإزالة هذه الصخرة حيث لم يكن من الممكن الحفر بشدة خوفاً من انهيار البئر لذلك جاء قرار نقل خزان معدني قطره متر ونصف المتر إلى المنطقة التي كانوا يقومون فيها بالتنقيب باستخدام حفارات ميكانيكية لمنع انهيار الصخور عرض البئر أقل من نصف متر مما جعله ضيقاً جداً بحيث يتعذر عليهم سحب الريان باستخدام الحبال تم تنزيل الأكسجين والماء لمساعدة الطفل الصغير على البقاء على قيد الحياة وتمكن المنقذ من التواصل معه يوم الخميس بعد أن نزل في حفرة موازية تم حفرها حديثاً ثم قام رجال الإنقاذ ببناء نفق أفقي للطفل وبقي الأمل بأنه على قيد الحياة يرافق جميع من تتبع قصته مترقبين ما ستحمله الساعات القليلة القادمة من أخبار جيدة لكن للأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن قصة مؤثرة بكل تفاصيلها الإنسانية رحل ريان لكن صورته ستبقى خالدة سنتذكر حركاته البطيئة الممزوجة بالأهات والألام ووجهه البريء المغطى بالتراب والدماء المغربي الصغير الذي وحد قلوب العرب تحت جملة واحدة قلوبنا مع الطفل ريان موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة